وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية جاء ذلك للاجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين وصراح المتحدث الرسمي رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المواقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات تطوير منطقة المقتم خاصة ما يتعلق بالجهود القائمة لحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقتم وذلك لتطوير الكورنيش ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف السحي كما تم عرض مختلف مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء خاصة مطار العريش والموقف التنفيذي لمختلف مكونات هذا المشروع من صلاة انتظار ومباني خدمات ومهبة للطائرات وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لجهود الهيئة الهندسية لاستقدام أحدث المعدات والألات الانشائية والهندسية ترجمة نانسي قنقر